اشتركوا في القناة في 2018 كل سنة وحضراتكم بألف خير بنتمنى لكم انه السنة الجاية تكون مليئة بمعرفة الحق المطلق القادر انه يحرر من كل قيد ما زلنا مشاهدين مع وريقات الدكتور سيد القمني اللي مفروض تتسمى جريمة مش بحث وفي اعتقادي الخاص موضوع النهاردة هو اخطر نقطة مش بس في بحث الدكتور لكن في كل حياته النقطة اللي خلت كأس خطاياه امتلأ فبدأت محاكمته من القادر العادل بعد سنين طويلة من الرحمة الكاملة والانتظار لكن بعد ما تنفذ كل الفرص المقدمة من الرب الاله لازم يجي وقت وينزل القضاء وطالما الجريمة تمت في العلن وبكل كبرياء لازم القضاء يكون في العلن وبكل حزن سؤالي ليكم هل التاريخ ممكن يعيد انتاج شخصيات معينة؟ سؤالي للمسيحيين هل نحن بصدد سن حريب جديد؟ تعالوا مع بعض نشوف عنوان حلقتنا النهاردة الدكتور القمني يجدف على الله بنرحب بوحيد ونبدأ نشوف تجديف القمني أهلا بك وحيد أهلا فضوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياتكم جميعا كيف القمني جدف على الله؟ القمني مسك التوراة وادعى أنه سيأخذ من كتابنا المقدس وإز به فجأة حينما يصل للإله يهوى يستخف به ويكتب عنوان على الشاشة اللهو الخفي ده على شاشة القاهرة والناس يعني محطة موجودة في مصر مش مهم إله الكتاب المقدس اللهو الخفي وبعدين بيتكلموا عن النسيج الواحد واللحمة الواحدة وإنه ما فيش داعي لأنه نزدري بالأديان والدكتور القمني بيطلع يتكلم على أنه يهوى ده واحد من الآلهة المصرية وسن من الأوسان اللي كانوا موجودة في مصر وبالتالي لا يوجد ما هو التجديف التجديف هو يعني ممكن نسميه السباب ممكن نسميه احتقار الله ممكن نسميه كلام ضد الله يوجه في العلن بكل يعني جسارة كل هذا يعتبر تجديف فكون هو يقول عن يهوى هو إله مصري وسن يعني فلا يمكن أن يكون هناك تجديف أكثر من ذلك وبالتالي يمكن أنت جبتي اسم سنحاريب سنحاريب دا اللي قال أنك أنت تحاول تحرف فيه المعاني الواضحة الموجودة في الكتاب المقدس نعم يعني بيلفت انتباهنا طبعا في الموضوع دا السيد المسيح لكل المجد في المحاكمة بتاعته أنه كان أي سؤال بيسأله حد بيسأله يعني مش بيرد عليه بس سؤال واحد هو اللي كان بيرد عليه السؤال اللي هو خاص بهويته صحيح طبعا هويته اسمه شخصه لا ما مش هيسكت حيتكلم نعم وأنت هو المسيح ابن الله نعم كما أنتم تقولون ومن الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين العظم وقاتهم في سحاب السماء اوه ما حاجتنا بعد إلى شهود فحينما يصل الأمر إلى الهوية الإلهية لا طبعا ربنا بيتكلم نعم طيب تحب تبدأ على طول لأن المادة عندي كثيرة وسامحيني أنا في الحلقات دي يعني معلش هضمت حقك وحق الأحباء المشاهدين كثيرا خلينا نشوف مع بعض أول فيديو للدكتور القمني في موضوع الإله وببساطة كذا أوريكم الفكرة اللي بتدور في هذه الحلقة هو عاوز يقول أنه يا هو إله بني إسرائيل ده هو إله مصري أخذوهما طالعين من أرض مصر تخيلوا هذا منطق رجل يقول أنا أبحث إله إسرائيل هو إله مصري وسن يعني من المعبودات المصرية والمعبودات المصرية كلها خلينا أكون دقيق في أغلبها حيوانات يعني أشكال حيوانات أفاعي ولا ثور ولا ماعز إلى آخره خلينا نشوف فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى ثم أنا وفاجأ بعد ما ينتهي سفر التكوين نخش بعدها على طول سفر اسم سفر الخروج اللي هو الإسرائيليين دخلوا فيه مصر وخرجوا من مصر لحد ما دخلوا مصر وإحنا مع الإله إيه قاعدوا 430 سنة في مصر حسب التوراهم بتقرر التوراة المازورية بالتحديد اللي هي من أصل عبري فإسمهم هم خارجين بيعبدوا إله تاري مختلف خالص ملوش دعوة بإيل ولا الله ولا الكلام ده خالص اسوه الإله يهو خلينا نأخذ الكلام ده واحدة وحدة كده لخصلكه زي كل مرة زي ما تش شايفين العنوان اللي قدامكم ده ده اللي اتحط عنديهم على الشاشة بتاعتهم اللهو الخفي ماشي انت بقى مشكلتك مع صاحب الاسم يهو هذا كلام الدكتور القيماني سفر الخروج اللي هو دخل فيه بني إسرائيل مصر وخارجه من مصر لحد ما دخلوا مصر وإحنا مع الإله إيل وهم خارجين بيعبدوا إله تاني مختلف خالص ملوش دعوة بإيل خالص اسمه إيل إله اسمه يهو وانا حأخذ الجزئية الأولى كده وأرد على نقطة نقطة زي ما انتوا تعودتوا في الحلقات السابقة بيقول سفر الخروج اللي هو دخل فيه بني إسرائيل مصر وخارجوا منه أول معلومة خاطئة انت رجل تقول أنك قرأت يعني التوراة بتاعتنا 15 سنة أنا مش عارف الحقيقة أي كتاب قرأت لأن سفر الخروج اسمه اسمه الخروج خروج بني إسرائيل أما دخول بني إسرائيل ده في سفر ثاني اسمه التكوين معلش هنعدي أمور بسيطة بس بتوريني وراء الكلام ليس هناك معرفة أو دراسة أو يعني شخص بحث ولا 15 سنة إذا كان أبجديات احنا متكلم عن ألف باء سفر الخروج هو دخول بني إسرائيل لمصر يا رجل لا سفر الخروج هو خروج بني إسرائيل من أرض مصر وليس دخولهم دخولهم كان في التكوين نأتي بعد ذلك لنرى هل سيصمد كلام الدكتور أم سينهر النقطة الثانية يقول لحد ما دخلوا مصر وإحنا مع الإله إيل ويقولنا نفاجأ أنا مش عارف ليه بتتفاجأ والآيات قدامك لو أردت الوحي المقدس هتفهم كل شيء بس المشكلة أنت عاوزوا إله مصري طيب يعني هل فعلا الإله يهوى غير معروف خالص لدى هؤلاء عرفوه في مصر وخدوه من مصر وطلعوا به طيب خلينا أقول لك أنا حنتقل معك من حجة ضعيفة مش ضعيفة من القوية إلى الأقوى الله نفسه قبل يعني ما يبدأ العمل في مصر حبدأ معك من موسى وهو إيه في مصر ربنا بيأكد التعامل معاه بإسم إنه الآباء تعامل معهم بإسم الله القدير وإنهم هم ما عرفوش الإسم يهوى كإعلان وده هوضحه بعد شوية دخل موسى إلى فرعون مصر وواجه فرعون وقال له خلي الشعب ينطلق ليعبد الله وفرعون غضب وأوقع عليهم عقاب أكتر من الأول تسخير أكتر طيب بصوا إحنا بنديكم الطين والقش مش هنديكم القش كل واحد يبحث عن القش وتقدموا نفس الكمية اللي كنتوا بتقدموها كل يوم ما عرفوا وجلدوا فماذا نقرأ في سفر الخروج اسمع بقى سفر الخروج 6 بعد ما دخل لفرعون وخرج فقال الرب لموسى الآن تنظر ما أنا فاعل بفرعون فإنه بيات قوية يطلقهم وبيات قوية يطردهم من أرضه ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا اللي بكلمك دلوقتي يا موسى أنا الرب وطبعا اليهود شالوا كلمة يهوى من الكتاب المقدس حطه الرب أو أدوناي لأنه ده الاسم الأقدس تعملوا معه بطريقة يعني خاصة جدا مهمة نحاكون فيما هو بين أيدينا الآن وهو يسحق هذه الفكرة أنا الرب أنا اللي بكلمك يا موسى أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب يبقى نفس الإله دلوقت اللي احنا معاه في مصر اللي بيتكلم معه موسى في مصر بيقول لموسى أنا إله الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء أنا تعاملت معهم أعلنت نفسي ليهم بأني الإله القادر على كل شيء إيل شدّاي وأما باسم يهوى فلم أعرف عندهم لم أعرف عندهم بمعنى لم أعلن ذاتي لهم بهذا الاسم لم أتعامل معهم بهذا الاسم الذي معناه يهوى الكائن بذاته والمقيم لكل كيان آخر المكتف بذاته قائم بصفاته قائم بذاته مكتف بصفاته وهنا هو يأخذ معنى خاص الآن في الخلاص من العبودية فيه الانتصار الاسم يهوى تعامل مع آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب بصفته القدير وبالرغم من ذلك فإنهم كانوا يعرفون الاسم يهوى ودلها ثبته من كتابنا المقدس حتى لو لم يعرفوا المعنى إلا أن الآباء عارفوا لفظه الاسم فإذن هنا الله يتكلم عن اسمه وليس عن شخصيته لما بيقول أنا يهوى أنا نفس الإله القديم هنا بيتكلم عن الاسم اللي لازم هذه كأمة تعرفه الآن ستلتصق به سيكون هو إلى هذه الأمة في القديم كان بيتعامل مع أفراد وبيقول هنا بالنص اللي احنا قرأنا أنا ظهرت للآباء ويقول بالاسم أنا نفس الإله إذن كلام الدكتور هنا ليس صحيحا حينما يقول أنه إله ليس له علاقة بإيل خالص طب داءه إيل الإله الآباء بيقول أنا نفسي يا موسى اللي بكلمك أنا نفس الإله اللي كنت ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب إذن هنا يعني يجب على الشعب الجديد الأمة الخارجة من مصر التي ستتعامل كأمة الآن مع الله يجب أن تعرفوا الآن بهذا الاسم يهوى وليست مجرد صفات كانوا يتعاملون بها معه فإسم يهوى الكائن بذاته الآن يريد أن هذا الشعب يعرفه و أنا سأأتي بالآيات يعني إذن سترتبط به وهذا الاسم يجب أن تعرفه هذا سياق الكلام خليني أكمل علشان الكلام بيوضح الفكرة اللي أنا بقدمها وأيضا السيد الرب يتكلم أقمت معهم عهدي بيكلم موسى أنا أقمت عهدي معهم مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا نفس الإله إيه عهدك أن أعطيهم أرضك عن أرض غربتهم التي تغربوا فيها إلا أنا جاي دلوقت أطلعكم لها بصراحة يعني كلام واضح أنا الإلهي اللي وعدت إبراهيم وإسحاق ويعقوب بالأرض أنا ذات الإلهي اللي ظهرت لهم وأنا ذات الإلهي اللي جاي أحقق هذا الوعد لنسله وهو أنتم وأنا أيضا قد سمعت أنين بن إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي تذكرت عهدي يعني الآن جاء وقت العمل لذلك قل لبن إسرائيل أنا الرب وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين وأنقذكم من عبوديتهم وأخلصكم بزراعة ممدودة وأحكام عظيمة هنا بجاه وأتخذكم لشعبا عشان كده كان الشعب ده لازم يعرف دلوقتي الله ليس بصفاته ولكن بإسمه يهوى الكائن بذاته أنا حتخذكم شعب حتكونوا شعب خاص حتكونوا مختلفين عن كل الشعوب لكم التزامات خاصة لكم حقوق خاصة أيضا فأنا سأكون لكم شعب وأكون لكم إله وبالتالي كان لازم هنا تبقى نقلة جديدة في حياة الشعب فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحق ويعقوب أنا نفس الإله وأعطيكم إياها ميراثا أنا الرب شوفي أنا الرب يعني كم مرة تكرر امضى مش كده نعم أشكرك امضى خدم صحيح يعني أنا نفس ببساطة أنا نفس الإله الذي ظهر لإبراهيم وإسحق ويعقوب ووعد بالأرض أنا نفس الإله الذي سأحقق لكم أنتم نسلهم هذا الوعد أنا الذي ظهرت لهم وأنا الذي أتكلم معك يا موسى وكان موسى هنا خلاص في أرض مصر دلوقتي يعني يعني أعلن اسم يهوى نبي يقول له أنا لم أعرف عندهم باسم يهوى هو نعم طيب يبقى أنا نفس الإله والكلام ده إيه لازم الدكتور يعرفه وخلي بالك ده بعد دخول موسى المصر وبداية خدمته في إخراج الشعب أنتقل مع الدكتور هل فعلا هو إله لا علاقة له مع أنه أثبتنا نعم بالإله الذي عرفه إبراهيم وإسحق ويعقوب لنرى صدق الدكتور في هذه الجزئية يقول لحد ما دخلوا مصر وإحنا مع الإله إيل وهم خرجين بيعبدوا إله تاني مختلف خالص ملوش دعوة بإيل خالص إيه رأيك بقى أهو قبل دخول موسى مصر قبل أنا دلوقتي أديتك بعد لما كان بيتكلم مع فرعون نعم وبعد ما خرج مع فرعون ربنا بيقول له أنا الإله اللي ظهرت لإبراهيم وإسحق ويعقوب بس دلوقتي هنتقل معاك إيه لحجة أقوى بقى أقوى من الأولى لا قبل دخول موسى أرض مصر قبل دخول موسى أرض مصر يعني إذن الكذبة مش هتحبك كويس ليه لأنك أنت فكرتك نظريتك أنه دخلوا أرض مصر وخدوا الإله من مصر لا يا دكتور القمني ده قبل ما يدخل موسى وهو في البري عايش أربعين سنة فين الكلام ده في الدعوة بتاعت موسى أهو سفر الخروج 3-15-16 وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبن إسرائيل يهوى إله آبائكم دي ضربة موجعة بصراحة أنا اسمي إيه يهوى إله مين آبائكم يمكن يقول يمكن آبائهم اللي في مصر بقى الأصباط لا الآية بقى بتزحق هذا الفكر إيه بقى أله آبائنا مين إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب اسمك إيه اسم يهوى صدقني مفروض البحث هنا ينتهي خلاص أنا مفروض كده أتوقف لأن كل كلامه بعد كده ينسف بهذه الآية اللي قبل دخول موسى المصر وهو الإله يهوى يقول له أنا يهوى إله آبائكم إله مين أنت أبائنا مين إبراهيم إسحاق ويعقوب ثم يكمل يقول أرسلني إليكم يعني أنا يهوى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا مرسل ليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور أعمل إبقى يا رب اذهب اجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله آبائكم شوفي كرر مرة تانية إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنعا في مصر يعني إله الموعيد اللي اسمه يهوى اللي تعامل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ووعدهم بالأرض جاء الوقت لتحقيق هذا الوعد وهنا نرى أمرا هاما أن يهوى الذي أرسل موسى هو إله الآباء وإله يوسف ليه أنا بجيب يوسف هنا لأمر هام جدا الآباء قبل أن يدخلوا مصر هذه إله هم يهوى يقول أنا اللي ظهرت لهم لكن عرفوني باسم إيل شاداي يا الله القدير طيب وبعد ما دخل يوسف قبلهم طبعا أرض مصر يوسف في أرض مصر يقول هذا الكلام إلهام جدا وقال يوسف لإخوته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب يعني يوسف في أرض مصر يعرف يهوى إيل الذي تعامل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويقول هذا الإعلان أنه سيفتقدكم واستحلف يوسف بن إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا لما نروح للخروج هم خارجين وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بن إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم يبقى نفس الإله إيل بتاع إبراهيم وإسحاق ويعقوب يهوى هو يهوى بتاع النفس الإله اللي بيعرفه يوسف هو يهوى اللي أخرج الشعب وكلم موسى الشعب أنه لازم ناخد عظام يوسف كلام ده بيرتعب منه الدكتور وسيم السيسي لا يمكنك يذكره لأنه واقع موجود ليه؟ لأن قبر يوسف في الشكيم ليه الشكيم؟ لأن الشكيم تابع لسبت أفرايم كانت نابلس حاليا وكل الفلسطينيين يعرفوا قبر بيسمون نبي يوسف كويس؟ نابلس شكيم وليه شكيم؟ لأنه كانت تابعة لأفرايم ومين أفرايم؟ هو ابن يوسف نابلس فدفن في صبته نابلس يبقى التاريخ مش كلام جغرافيا كمان الكتاب المقدس يوسق الأسماء والحد النهاردة هي كده نابلس يرتعبون أمام التوراة يرتعبون أمام إله الكتاب المقدس نرجع لأبونا إبراهيم بسرعة هل ما قاله الرب هنا لموسى صحيح؟ أي تكلم معه باسم القدير أو القادر؟ قال لموسى أنا يهوة نعم لظهرت للآباء بالاسم يهوة لم أعلن لهم لم أتعامل معهم يعرفوا الاسم يعرفوا الاسم لكن لم أتعامل لم أعلن ذاتي لهم بهذا الاسم نعم لكن تعاملت معهم بالله القدير نرجع للكتاب المقدس سفر الخروج ستة هذا الكلام الذي قاله السيد الرب لموسى وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء يعني الله القدير نروح للتكوين 17 واحد ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا يبقى دول الاثنين هجوصات بعضيهم إلى أي حد هذا الكتاب مترابط يعني الإعلان لهم كان بإسم إيل شداي الله القدير ده الإعلان وليس مجرد معرفة اللفظ فاللفظ يهوى يعرفه دون يعرف المعنى بتاعه لكن كيهوى كإيل كل هذه الأسماء معروفة حتى أبينا يعقوب عرف الله بذات الصفة أنا القدير وهنا في حتة مهمة سأقدم بعد قليل في موضوع أبونا يعقوب لنرى الكتاب الكتب الكتاب المقدس سفر التكوين 48 3 وقال يعقوب ليوسف هذا يوسف اللي بيتكلم عن افتقاد الشعب وربنا هيطلعون وهو يعقوب أبو بيقول له الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني الله القادر الله القدير ده الإسم نعم يوسف ما قالوش مين ده الإله القادر نحن نعرف مثلا يهوة أو إيل هو ذات الإله نعم طيب هل يعقوب الذي عرف الله بهذه الصفة القديرة أنا عارف الحتة دي شوية محتاجها تركيز هل عرفه باسم إيل أيضا يعني دلوقتي بيتكلم عن الله القادر أو القدير كويس هل عارفه باسم إيل نشوف الحتة دي لأنه بصراحة مهمة ستدينا الضوء وبعد رائع جدا سفر التكوين 28-16-19 في حلم يعقوب فاستيقظ يعقوب بن نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم وخاف وقال ما أرهب هذا المكان هنا الرب المناسبة في كثير من الترجمات العبرية يهوى في النقطة دي بالذات وممكن ترجعوا للعبرية لكن أنا مش عاوز يعني أحط حتة ما يعرفش الدكتور يجراها أنا عايز كل الآيات يفتح الكتاب بتاعنا المقدس يقرأ كل الآيات هو اللفيف ما عرفش يعملها مش حيعرف يهوى أو مش حيعرف عبري يعني العربي فيه حتة صعبة يعني اللفيف عايز يعمل ما عرفش معنى الأصلي ما عرفش معنى الكلمة لفيف يعني إيه فمش حيعرف يهوى بالعبري هنا اتفقنا إنه هو يعرف بس يعني هو حاول يحرف يعني العجيب بالرغم إنه يعقوب هنا أطلق على المكان بيت إيل إلا أنه أيضا يدعوه بصفته التي عرفها الأباء الله القدير زي ما تكلمنا من شوية شفنا وهنا يجمع اللقبين مع بعض في حدث واحد وإحنا بنقرأ هنا في الوحي المقدس بيقول ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء وبكر يعقوب في الصباح ودع اسم ذلك المكان بيت إيل ولكن اسم المدينة أولا كان لوز يبقى إذن دا هنا أبونا يعقوب بيعرف الله إيل وبيعرفه هو ذاته إيل شداء أو الله القدير زي ما كان أبونا إبراهيم بيعرفه بعد عودة يعقوب بعشرين سنة من حاران لنفس المكان اللي هو بيت إيل الحد النهاردة بذات الإسم نحط الموضوع مع بعض عشان تشوف الإسمين حطهم أبونا يعقوب مع بعض في حدث واحد التكوين خمسة وثلاثين فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل وبن هناك مذبحا ودع المكان إيل بيت إيل لأنه هناك ظهر له الله ومات الدبورة ودفنت تحت بيت إيل وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان آرى مباركه وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل فدع اسمه إسرائيل وقال له الله أنا الله القدير جمع الموضوعين مع بعض إيل والله القدير أثمر واكثر أمة وجماعة أمم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك ودع يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل من كل ده أنا بلخص الفكرة بسرعة يبقى الآباء عارفوا الله باسم الله القدير مع أنه ما سمعنا أبونا إبراهيم يتكلم عن إيل ما فيش في كل مرة كان الإعلان التعامل باسم القدير لكن في ذات الوقت يعرف إيل يعرف إيل لفظا ويعرف يهوى لفظا وده اللي أنا برضه لسه هفاجئ به الدكتور ربما لأنه لا أعتقد أنه يستطيع أن يصل إلى هذا البحث الدقيقي في كتابنا المقدس بس عاوز أسأل سؤال هل أسمي اللي حضرتك قلته إنهم بيعبدوا إله آخر لا علاقة له بإيل بعد الآيات اللي حضرتك شفتها نعم وكلام الله مع موسى قبل دخوله مصر وبدأ دخوله مصر وإنه أنا اللي تعاملت مع الأباء أنا يهوى اللي جاي دلوقتي أخرج هذا الشعب هل أسمي ما قلته حضرتك يعني كذب حلال؟ ممكن مباح في ضوء كل الآيات اللي حضرتك بتحاول تلغيها هنتقل إلى النقطة الأخيرة في الفيديو اللي فات وهم خرجين بيعبدوا إله تاني مختلف خالص مالوش دعوة بإيل خالص بعد كده يقول اسمه إيه الإله اسمه يهوى هنا آتي لبحث آخر ولكنه مهم للغاية في موضوع علشان عاوز أوصل لحقيقة أن الإسم يهوى لفظا معروف عند الآباء دون أن يعلن الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بهذا الإسم حدث الأمر ذاته مع إيل سأخذ إيل كمثل وبعدها نقدم يهوى خلاص؟ دلوقت إحنا شفنا أبونا يعقوب بيسم المكان بيت إيل صحيح طب إنت جبتي من فين إسم إيل أنا لو رجعت لإسحاقه ولا مرة أتكلم معه الله بإسم إيل لو رجعت لجدك إبراهيم ولا مرة أتكلم معه بإسم إيل من فين جبت الإسم؟ من فين جبت اللفظ؟ يبقى إذن الإسم كلفظ معروف غير الإعلان الدكتور خلط بين الإعلان وبين مجرد معرفة اللفظ أنا علي أثبت أنه لا الإسم كمعروف مثلا أروح مثلا إلى هاجر هاجر دي زوجة مين؟ إبراهيم زوجة إبراهيم هاجر تعرف إيل وزكرته بالإسم وخلينا نشوف الكلام ده سفر التكوين 16 16 13 و 14 فدعت بعد ما تكلم مع السيد الرب فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤي لأنها قالت أها هنا أيضا رأيت بعض رؤية المعنى أنت الله الذي رضيت بأن ترى إيل رؤي يعني الإله الذي رضي بأن يرى طبعا هي لم ترى جوهر اللهوت ولا آدم ولا إبراهيم ولا أسحق ولا أحد صحيح ولكن الله يظهر بطريقة تتناسب مع الشخص أنه يعرفه ويتكلم معه هذا اللي حصل مع هاجر نشوف بعد كده في نفس النص بتقول إيه لذلك دعية البئر بئر لحي رؤي ها هي بين قادش وبارد البئر لحي رؤي أي بئر الرؤية الحيوية يعني الحية يعني رؤيتها الله وهي حية لسه ما ما تتش الله تشاف والرأي ما زال حيا زي منوح أبو شمشون منوح أبو شمشون قال حنموت صحيح فزوجته قالت له لا فإذن ما كانوش يفهموا الفرق بين رؤية ظهور الله وبين جوهر اللهوت بسرعة كده وموضوع بعيد عننا بس لازم يعني حطه هنا وإحنا بنتكلم عن البئر اللي شربت منها هاجر واللي بقولوا عنها زمزم لا دا بعيد جدا البئر دي هي بين قادش بئر لحي رؤي زي ما انتو شايفين بئر لحي رؤي يعني هي في حدود متاخمة الآن بين إسرائيل فلسطين أو فلسطين إسرائيل وبين سيناء اهي 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 دي كده وزهرة اهي نقطة الحامرة دي خليني طيب أنا أكبر كده شوية دي النقطة دي بين قادش اهي آسف اهي يعني دي الحدود تقريبا بين مصر وفلسطين وإسرائيل هي هي تقريبا في الحدود هنا بايس يمكن واحد يقول لي بس بيت إيل معروف كتب عنه موسى من أيام إبراهيم لأنه موسى جاء بعد بعد يعقوب فيعقوب سمى المكان بيت إيل فلما حيجي يحدد موسى الأماكن حيستخدم الاسم الموجود اللي هو ايه بيت إيل بل يبقى الاسم معروف من أيام إبراهيم لا خلينا أقول لك معروف قبل إبراهيم ومن أيام يعني ما بعد نوح بقليل يعرفون الاسم إيل الكلام ده ظهر في أحد الأسماء بعد الخروج من الفلك وتشعوا بالأرض فلك نوح الكلام ده في تكوين عشرة 26-28 بيذكر الأسماء ويقطان ولد المداد وشالف وحضرموت ويارح وهدرام وأوزال ودقلة وعوبال وأبي مايل وشبه أبي مايل أبي مايل إيل أبي مايل معناه الله أب فإيل ظهر هنا في الأسماء المحصلة إيه بقى أنا هارف البحث شوية دسم المحصلة أنه إذا لم يتم الإعلان باسم إيل الله لم يعلن باسم إيل ده مش معناه أن اللفظ مش معروف لأنه يعني أنا مش هدخل في اللغات وأجيب لك أصل إيل إيه إلى آخره ده ممكن يكون بحث قائم بذاته بس خلينا هنا دلوقتي يبقى الإسم معروف بهذا القياس يهوى هل تقولي شيء؟ بس تذكرت أسماء الملائكة يعني أنا مش الملائكة قبل إبراهيم وقبل نوح وقبل الكل ميخايل ميخايل جبرائيل جبرائيل صحيح إيل ده جامل فين؟ أشكرك هذي حتة فاتت عليها صوري وسنتي أضفتها وإضافة رائعة جدا والملائكة باسم إيل برده يعني قبل أن يخلق إبراهيم وقبل ما يخلق فرعون وقبل ما يخلق أي حتى القيمني يعني قبل ما يخلق القيمني الملائكة موجودين باسم إيل أشكرك إذن زي الإسم إيل هو لم يعلن الله به إعلان للأباء لكنه كإسم معروف لقينة هاجره بتردده صحيح ولقينة يعقوب بيردده مع أنه لا إبراهيم ولا إسحاق ولا إبراهيم ولا إسحاق كمان يهوى فبالرغم أنه لم يعلن الله ذاته بهذا الإسم للأباء إلا أن الإسم معروف لإبراهيم نعم فكل اللي فاتكم يا دكتور القيمني وتعالى أقول لك أين نطق أبونا إبراهيم بإسم يهوى في الكتاب المقدس؟ نعم في التوراة؟ نعم اللي بيقول أنا جريتها 15 سنة تعال نشوف مع بعض في البداية آهو سفر التكوين 14 فدعى إبراهيم بعد ما قدم إسحاق وربنا افتدى إسحاق بكبش فدعى إبراهيم اسم ذلك الموضع دعى إبقى يهوى يرأى حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى يعني موسى لما جاي يكتب لقى المكان ده مشهور بهذا الاسم مشهور بهذا الجبل اللي شاف في إبراهيم الله الجبل اللي شاف في إبراهيم يهوى جبل يهوى يرأى يهوى يرأى الرب يرأى وهنا يتحطط بدل يهوى كلمة الرب في الترجمة لكن إبراهيم بيعرف الاسم أهو بيعرفه كلفز لما جاي ربنا يعلن لموسى آه ده يعلن المعنى بقى والرسالة للأمة والخروج الجديد اللي حيرتبط الشعب من الوقت ده بهذا الاسم يهوى ويكون مختلف مش مجرد صفة بقى لا اسم عشان الآلهة اللي حوالينهم الشعوب اللي حوالينهم الآلهة عندها أسماء فبالتالي الرب حمى شعبه وكان لابد أنه يرتبط باسم برضو أنا هنا كان ممكن ايه أنا توقف صحيح صحيح وبهذا الجزء لكن شوف العجيب أنه يهوى مرتبط بالخروج من العبودية وخلاص الشعب من أرض مصر وهنا لما ظهر لإبراهيم بيتكلم عن الخروج الإنسان من العبودية بمجيء المسيح لأنه ده هنا الفداء بتاع اسحاق نعم يعني في نفس الموضوع بتاع الخلاص إبراهيم بيتكلم عن مين عن اسم الخلاص يهوى نعم فأنا مش هتوقف وأنا حواصل في الفيديو رقم 2 عشان أواصل الفكرة للآخر وتشوفوا كيف يفكر الدكتور القيمني وكيف يستخف بعقول الناس الناس اللي بتسمع له الناس اللي فاكرين أنه بيقدم معلومة صح للأسف وهم بيشوفوا البرنامج داو الحلقات دي أعتقد حيحسوا إلى أي حد أنت حضرتك خزلتهم ولم تقدم الحقيقة التي ربما تعودوا منك في أبحاث أخرى دعونا نشوف فيديو رقم 2 ونرجع مرة أخرى اسم هو الله إي حكاية هو دي بقى يعني من إيل طب خلص خلص خلصنا من موضوع إيل لكن هو يخش مصر ويطلع بيعبد إله جديد اسمه هو آه إيه السر نرجع بقى للمصريين عشان نعرفوا ما جابوا بكلام دا من إيه المصري كان يتعبد لمجموعة من الآله والآله هذه فيها الإله الصانع للخير زي أزريس اللي بيجيب النيل وبيجيب الطمي وبيجيب الخير والسعادة والهوى الجميل نظيره اللي على العكس منه ست دا إله الأوبئة والشرور والأفعال الرديئة لكن المصري كان بيتعبد للاتنين بنفس الطريق ما كانش بيعتبر أنه ست دا إله شريري بقى إحنا ما نتعبدش ليه لا بالعكس دا بالزبط زي الوظائف المدنية المصري القديم كان مثلاً عارف أنه جابي الضرائب دا مكروه بالنسبة له لكن بيتعامل معاه ويقابله بكل احترام ويقدم له التبجيب دي وظيفة فالإله ست كان له وظيفة فهو بيتعامل معاه حسب وظيفته وبالتالي يقرب له القرابين اللي تبعد شره عنه والإله ست إله السحاري وخاص الصحاري الشرقية وأهم الصحاري الشرقية في مصر الصحاري السينوية منطقة محافظة الشرقية مباشرة هتلاقي الإله ست هو الإله المسيطر والمعروف والدليل على أنه كان له احترامه أن ينتسب إليه الفراعنة باسمهم زي سيتي الأول سيتي يعني الستي سيتي الأول وستي الثاني أي أنه له احترامه وله تخديسه وله تقديره أيضا لكن المصري لما كان يتعبد مثلا يتعبد للإله آمون مجرد ذكر الإسم هو استحضار لصاحبه فيقول يا آمون آمين أو يقول يا أزيرل وأزيريس أي يستحضر الإله بنداءه بإسمه والإسم يأتي بصاحبه الدكتور بيستحضر الفكرة عاوز يجماع قدر الإمكان زي ما شايفين الطريقة دي علشان يثبت إنه يهوى دائلة من الوسانيين يعني الآلهة الوسانية خلينا نلخص الكلام بسرعة كده عشان الوقت يدخل مصر ويخرج بيعبد إله جديد اسمه هو خلاص دي إيه السر يقولك نرجع للمصريين عشان نعرف هما جابوا الكلام ده من فين وبعدين المصري كان بيتعبد لمجموعة من الآلهة وبعدين يدينا أمثلة إله الخير أوزوريس وإله الشر ست المصري كان يتعبد للإتنين المصري حينما يتعبد الاسم إلهه فهو يستحضره فالاسم يأتي بصاحبه خلينا ناخد الجزئية الأولى كده بسرعة بكررة هنا يدخل يعني بإله ويطلع باسم إله الجديد عشان يرسخ الفكرة بعدين بقولك نرجع للمصريين إحنا نرجع للمصريين علشان نعرف هما جابوا الكلام ده من فين انت بترجع للمصريين ولا ترجع للتوراة ولا مش عايز التوراة لأنها هي التوراة هتنسف الفكرة فيرجع للمصريين ويحاول يألف فكرة ويجيب يحاول يطبقها على الكتاب مش هتنفع هتكون ثوب مهترق زي كل الأتواب اللي حاولت تلبس لي التوراة لأن الآيات اللي قدمها سابقا في يعني النصوص اللي قدمها في الحلقات السابقة قدية كانت مبتورة صحيح فبتنسف الخرافة فهو يبعد عن التوراة خلينا نمشي للوثانيين قدماء المصريين اللي بيعبدوا حيوانات خلينا نشوف ممكن يقدموا لنا ايه ثم بعد ذلك يقول المصري كان يتعبد لمجموعة من الآلهة إله الخير أزوريس إله الشر السد المصري كان يتعبد للأتنين طيب مش عيب وانت عندك الكلام في التوراة واضح هل انت ما شفتش ماذ الذي قاله الرب الإله لموسى ولبن إسرائيل في الوحي المقدس وهم لسه طالعين من أرض مصر ما شفتهوش خلينا أقول لك بداية بعد وقبل قبل الخروج بقى طبعا دي واحدة من عشرات الآيات اللي جاية شوف معاي بقى في الخروج 12-12 في ضربة الأبكار آخر ضربة وهم مفروض يخرجوا من أرض مصر الرب يقول فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين ست بتاعك وأزوريس بتاعك وكل الآلهة دي أصنع أحكاما أحكاما يعني عجائب أحكاما يعني قضاءا على هذه الآلهة اللي هما متشبسين بيها مصدر موضوع تحدي يعني فرعون كان متشبس بالآلهة لا لازم يعرفه أنا مين أنا إله الآلهة ورب الأرباب فكان التحدي واضح جدا أنا سأهدم سأصحق كل آلهة المصريين ولا إله فيهم يقدر يخلصكم مني قدر إله يخلصهم حسب كتابنا المقدس مش حسب التأليف ما عرفش كل آلهة المصريين أوثان شياطين تركع أمام إله الآلهة فهنا بيقول له أصنع تجاي تتكلم عن إنهم خدوا إله مصري وجاي تقول لي أزوريس وست يا رجل اخجل تشايف هنا الكتاب بيقول إيه أصنع أحكاما بكل آلهة المصريين بست وأزوريس وغيرهم أنت مين بقى اللي هتعمل كده أنا الرب اللي هعمل كده طيب ده طبعا كل الآلهة يعني منيهم ست ومنيهم أزوريس وغيرهم نعم هشوف الكلمة الأخيرة اللي ذكرت دكتور آسف كده خلينا وصلنا نوصل هنا المصر حينما يتعبد لإسم إلهه فهو يستحضره فالإسم يأتي بصاحبه سؤالي ما علاقة هذا الكلام بالكتاب المقدس هل هذا له أي علاقة بأي بحث يعني بداية الدكتور محاولة دمج الآلهة المصرية عشان يكونوا الإله اليهودي عشان شعب إسرائيل يطلع به أما فكرة أن يهوى ممكن يكون فيه شر ما هو دلوقت بيجيب لك ست وبيجيب من إله الشر وإله الخير إله الخير نعم فاليهود لما دخلوا كانوا بيعرفوا الإله بتاع الخير نعم بس هم قعدوا في مكان بتاع ست إله الشر فبيجي إله اليهود اللي طالعين بيه ده فيه حتتين حتة الشر وحتة الخير تعرف إجابي الكلام ده من فين من الملحد فرويد ونشوف الكلام ده في فرويد وهو بيتبنى كمان فرويد واحد تاني نظريت شخص آخر لكن خلينا أقدم ما الذي قاله فرويد واستلقفه الدكتور القماني أحب يعمل منه هذا اللي يعني أنا مش هسميه سموه إنتو كتاب موسى والتوحيد لفرويد سيغمونت فرويد صفحة 46 لو كبرت كده بيقول لك نرى السواحل الغربية لشبه الجزيرة العربية تربل ببراكين كانت ناشطة لحقبة طويلة من الزمن ولا بد أن أحد هذه الجبال كان حريب لا بد هو ما شو متأكد بس لكن بيقول لك لا بد كان حريب المعروف باسم جبل سينة الذي قيل أنه كان مقام يهوى طبعا ولا مرة تقال أنه مقام يهوى ظهر في يهوى وبالرغم من كل التحوير الطارئ على النص يسعنا طبقا لرأي ألف ماير بياخد كمان رأي واحد تاني ملحد أن نعيد بناء صورة الإله هو عايز يعيد بناء صورة الإله فهو شيطان مشؤوم ودموي يجوس ليلا ويخشى ضوء النهار ده اللي أخذ منه ده ماير اللي أخذ منه الفرويد اللي أخذ منه دكتور القمني اللي سيأخذ منه أي ملحد ما عندهمش عندهم مراجع الملحدين يرجعون لها تسألي فرويد جبت الكلام ده من فين أنا قرأت الكتاب الرجل حائر لدرجة البكاء طبعا كل مرة يوصل لحتة يقول لك لا الفكرة دي بايزانة هاروح لفكرة تانية يروح في الفكرة التانية مش هتنفى هاروح لفكرة تالتة طب أنت هنا إزاي تعيد بناء الإله أنت لما إنسان أصلا عندك يعني مشكلة شخصية صحيح مع الإله صحيح يعني عندك نص إما أنك تلتزم بالنص بقول أرفض هذا النص تماما لكن تأخذ التوراة تأخذ منها جبل سيناء جبل حريب ظهور الله يهوى يقولك تبي يقول لك شيطان ده إله الشر الشيطان اللي بيخافوا منه ويقدموا له القرابين ده اللي قاله الدكتور القيمني نعم لكن يعني الاعتراف أن المصريين عباد آلهة ده في حد ذاته لا يمكن لبني إسرائيل أنهما يعني يفكروا في وسط الوصايا الرهيبة اللي كانت واضحة قدامهم وأول هذه الوصايا الوصايا العشر يعني حضرته الدكتور بيقول مع احترامي دي أي كلام هل كان بيستحضروا الأوسان بأسماءه يقولك آه آمون يستحضروا طب هم كانوا بيستحضروا الأوسان خلينا أكمل مع الدكتور القيمني قبل ما أوريه الوصايا العشر وقبل ما أوريه التعامل مع السيد الرب كان إزاي ولي وشروطه خلينا نشوف مع بعض فيديو رقم 3 ونرجع مرة أخرى لكن المصري لما كان يجي يتعبد مثلا يتعبد للإله آمون مجرد ذكر الاسم هو استحضار لصاحبه فيقول يا آمون آمين أو يقول يا أزيرل وأزيريس أي يستحضر الإله بنداءه باسمه والاسم يأتي بصاحبه لكن هو مش عايز يستحضر إله الشر ما هو لو حضر مشكلة يعني طب اللي يحضر العفريت يصرفه ما تحضروش من الأصل ده مثلا مصري يقولك اللي حضر العفريت يصرفه إذا ما تجيبوش من الأول وما نعمل إيه ما أجي أكلم الإله ده ما تجيبش اسمه خالص فتلاقيه المصري والحد النهار في قرى ونجوع مصر لما يتكلمه عن شخص شرير أو قطع الطريق أو واحد فتوة أو واحد خارج على القانون يقولك يحكوا عنه يقولك البعيد عمل كذا وكذا وكذا مين العمل الشيء الفلاني ده يقولك المخفي عمل كذا وكذا وكذا إيه اللي حصل إيه اللي حرق الجرن ده يقولك يا أخي اللي ما يتسماش هو اللي عمل كده كل ده عشان ما يذكرش القسم عشان ما يحضرش هو اللي عمل كده هو ده مين اللي ما يتسماش مين ده اللي اللي ما يتسماش لحد النهاردة حتى وسط الأحداث الكبرى اللي حصلوا في مصر ووسط السوارات واللي جرى في مصر أما كانت تحصل أشياء فيها شر وجرائم وناس تموت ومنعرفش مين اللي عملها يقولك اللي هو الخافي اللي عمله الله هو الخافي طيب سمعنا الدكتور وخليني ألخص الفيديو بتاعه جدامنا هنا مع بعض بس المصري مش عاوز يستحضر إله الشر أصل اللي بيحضر بيحضر العفريت لازم يعرف يصرفه الكلام عن الشخص الفتوى في مصر يقولك البعيد عمل كده وكده مين اللي عمل كده يقولك المخفي مين اللي حرق الجرن يقولك اللي ما يتسماش كل ده علشان ما يذكرش الاسم علشان ما يحضرش حتى وسط الأحداث الكبيرة اللي في مصر الاخر اللي انتم سمعتوه يعني الخسارة يتسمى ده واحد عاوز يوصل لكلمة هو يا هو الكائن ده كل اللي بعمله بس هو دلوقتي ناقض نفسه تماما وضرب نفسه تماما في الفيديو ده صحيح شخص ده يعني قدامنا دلوقتي الدكتور ذكر ايه ذكر الشخص اللي هو بخاف من الاله الشيطان بيقول هو طيب انت دلوقتي يا دكتور قلت لنا ان ست هو اله الشر وانه المصري اللي بيتعبد بخاف يذكر الاسم فبيقول هو طبعا ده مش هتعرف تثبته ولا من اي حاجة في المصريات لكن مش مشكلة بس الغريبة ناقضت نفسك وقلت لينا انه اله محترم اله الشر وبيتسمى ست الاول وست التاني وبيحضروا اسمه عليهم انا شايف انت بتنقض نفسك ببساطة يا دكتور وانت مش واخد بالك ده لازم ترتب افكارك كويس انت بتتكلم مع اهل الكتاب مش مع اي حد تماسك كتاب الكتب انت دلوقتي لما اصلا هم خايفين وده اله الشر ومفروض ما يقولوش اسمه احسن يحضر ازاي بيجا في اسم ست الاول وست التاني الستي يعني اله مفروض ما يسموهش يخافوا اصلا بيحضر العفريت يطلع له تخيلوا ده اسمه بحث وده اللي سموه ست ست الاول وست التاني بيكانوا بينادوا ولا بيقولوا ده اللهو الخفي او اللي ما يتسماش او البعيد يعني هل كان ابو ست الاول ده هل كان بيقولو يا بعيد يا مخفي يا لهو يا خفي ولا بيعبدو بيقولو كده الدكتور عاوز ينسج فكرة مش موجودة وبعدين هل كان بيحضر يعني مثلا ما يجي قول امون كان امون بيحضر يعني انت ترفض الاله الحقيقي اللي موجود بذاته وتسق في هذه الاوسان الى اي عقلية انت تتكلم يا دكتور على كله بيعبدو ويقدم له القرابين وانا مش عارف الدكتور عنده فكرة عن يعني لماذا تم السبيب بني اسرائيل اصلا علشان وقعوا في عبادة الاوسان فاذا كان يهوى ده اصلا الهوسني مصري مش هيفرج ولا حيعرف ولا حيتكلم ولا حيعاقب ولا حيؤدب نعم عشرات المرات تم تأديبهم ليه لانهم عبدوا اوسان خلينا انتقل الى الدكتور وهو بيقول الكلام عن الشخص الفتوى بيقولك عمل عن الشخص الفتوى بيقولك البعيد عمل كذا وكذا كل ده عشان ما يذكرش الاسم عشان ما يحضرش وهو الشخص الشرير بيحضر لما هو يعني انت ده الوقت بيقوله البعيد عشان ما يحضرش يعني لو فيه فتوى والناس بتقول البعيد عمل عشان ما يحضرش المقارنة برضو ايه مضروبة مش صحيحة بعد كذا بيقول مين اللي عمل كذا يقولك المخفي يتحول القمني هنا من مناجات الاله بتاعه ست المفروض للكلام عن شخص الشرير كنت عاوزوا يكون جاد على مستوى كلامه ويجب لنا من العبادات المصرية كانوا بينادوا الاله ست بيقولوله هو ما بيقولوش الاله ست هل سمعتوا القمني بيأتي دينا بنص في العبادة المصرية وهو بينادي اله هو هو بس عاوز يوصل لديه لكن ما عندوش الدليل جاب لنا ايه الفتوى طب انا عايزك تجيب للاله اللي كان في مصر بيتنادى كده لكن انت عملت العكس انت جيبتلي الاله الناس تسموا باسمه الملوك تسموا باسمه نعم صحيح كده انت بصراحة اسوأ من فتاوى الشيوخ انت حضرتك بمرة سمعتك بتقول التاريخ الاسلامي كله مزور وانت بتعمل ايه دي الوقت هل ده تاريخ صحيح اللي حضرتك بتقدمه صحيح لأسوأ من فتاوى الشيوخ نعم صحيح أسوأ بألف مرة على الاقال الشيخ عنده نص ومن خلال النص بحاول يستنبط ويعمل حاجات عشان يطلع بفتوى انت فين النص بتاعك لا عندك نص مصري عشان تقول انا معتمد على الفكرة دي ولا عندك النص في التوراة لا يخدمك فكرة ان الاله يا هو فيه نصيب من الشر هو جمع بين الالهين زي ما انا ذكرت من شوي هو جابة من فرويد على الاقل انا هقدم هنا ايتين تنسف الكلام ده وبعد كده نشوف يعني الحديث بالنسبة الى موسى وانا عايز اروح مع الدكتور خطوة خطوة كيف ان الرب الاله اخرج الرب الاله الذي اخرج الشعب اسرائيل من ارض مصر وضرب ضربات موجعة لفرعون يبقى هذا اله مصري هذا الاله مصري يضرب المصريين ده اله غبي يعني ده اله معتوه بدل ما يضرب بني اسرائيل الضيوف دول لا راح ضرب المصريين وضارب فرعون وضارب الابكار بتاع المصريين وتروح تلاقي ابكار اليهود حلوين كويس ما حصل لهم شحاز يروح يشق البحر علشان ينقذ بني اسرائيل ويغرق جيش فرعون ده اله مصري ده بالعكس ويوفر لهم المأكل والمشرف البرية أربعين سنة انا ما عرفش الدكتور ازاي غاب عنه كل ده وفي النهاية يعني طلع اله المصريين ده الاله الحقيقي هو اله حي وقادر انه يعمل كده سواء مع المصريين او مع اليهود ايا كان في النهاية اذا كان ست ده او الاله اللي طلع مع الاله المصري ده اله حي وقادر ده كلامه يعني وعرف يعمل كل الحاجات ده المفروض نعم طيب يعني احنا بنعيش ونشوف انه الاوسان الاوسان المصرية يمكن عندها وضع خاص هم عايزين يحيوها بأي شكل من الاشكال هي مش اوسان مصر هي اوسان وسيم السيسي واوسان سيد القيماني ايه اوسان هم اللي عايزين في زيهم بالمناسبة عايزين يحيوها وعايزين يسرقوا من التوراة ومن الكتاب المقدس لصالحة هو بقول مش هتعرفه هيهات انه الاوسان بتاعة مصري بيكون لها اي قيمة الاله الحي وحده خالق السماء والارض هو الاله الحقيقي النهاردة انت لما تيجي عايز تسرق هيبة يهوة وتخليها تنسبة لاله مصري بالصراحة ده من العار انه يسمى بحث يعني صحيح خلينا اكمل مع الدكتور القيماني ولن يعني اترك له ولا ثانية في هذه الجزئية الا بنعمة الرب انا حابب ارد عليها نعم فهنا بنشوف مين اللي حرق الجرنو كل الكلام ده كله ده كلام استهلاك مجرد وقت لكن لسه الضربات القاضية في هذا البحث لم تأتي بعد بعد كل اللي قدمنا نعم بعد كل اللي قدمنا وبعد معرفنا ان يهوة معروف عند ابراهيم بعد معرفنا ان الاسم معروف لفظا وبعد معرفنا ان موسى قبل ان يدخل ارض مصر يتكلم معه السيد الرب باسم يهوة وقال له انا اللي ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب وانا جايد الوقت اخرجهم بعد كده ما الذي تبقى يعني خلينا نشوف ما الذي تبقى لدينا بنعمة الرب نشوف فيديو رقم اربع ونرجع مرة اخرى حتى وسط الاحداث الكبرى اللي حصلت في مصر وسط السوارات واللي جارة في مصر اما كانت تحصل اشياء فيها شر وجرائم وناس تموت ومنعرفش مين اللي عملها يقولك اللي هو الخافي اللي عمله اللي هو الخافي اللي هو خافي هو اللي عمله لما كان الانسان القديم ينزل موضع من المواضع فيتوجه بالعبادة لرب هذا الموضع لرب هذا المكان رغم ان له اله اللي بيعبده في بلاده فسنزل المنطقة يقول اني اعوز برب هذا المكان او نعوز برب هذا الجبل فلما الاسرائيليين نزلوا مصر سكلوا في المنطقة اللي شرق محافظة الزقزي اللي على الحدود بين البادية والزرع مباشرة اللي هي تحت سيطرة الاله ستة فعبدوا رب المكان وقعدوا يعبدوه ربع مية وثلاثين سانة خلاص كفيلة بانه الاثنين يتوحدوا مع واضب بإله رسمي بالتالي بقى اسمه هو اسمه يهوة اذا اله بني اسرائيل الذي خرجوا به من مصر هو اله مصري الاسرائيليون من تدخلوا مصر وخرجوا منها يعبدونا ربا مصري الاسرائيليون من تدخلوا مصر وخرجوا منها يعبدونا ربا مصري طبعا كل اللي احنا قدمناه بينسف كل مجموعة الاكاذيب اللي حضرتك والتها الان لانه الاله في خروج شعب بن اسرائيل من ارض مصر قال انا سأصنع احكاما بكل آلهة المصريين خلاص الموضوع منتهي يعني لا يمكن يكون واحد من هذه الاوسان خلينا نلخص كلام الدكتور هنا بسرعة المصري مش عاوز يحضر اله الشر وصل اللي بيحضر العفريد ده قلناه ده الكلام القديم خلينا نجي هنا اللهو الخفي هو اللي هو خفي الانسان القديم لما يتوجه للعبادة يتوجه لرب هذا الموضع رغم ان له الهو اللي بيعبده في بلاده فلو نزل المنطقة يقول نعوز برب هذا المكان نعوز برب هذا الجبل لما جاء بني اسرائيل لمصر عبدوا رب المكان ست بيحددوا ما شاء الله عارفوا هو وقعدوا يعبدوه ربعمية وتلاتين سنة ده يعني علق عليه بعد شوية كفيلة بأن الاثنين يتوحدوا مع بعض يبقى إله رسمي ومن هنا أصبح اسمه هو اسمه يا هو إذن الإله الذي خرج به بني اسرائيل من مصر هو إله مصري فمنذ دخلوا مصر إلى أن خرجوا منها يعبدونا ربا مصريا طبعا هنا احنا في البداية أهو اللهو الخفي اللي هو خفي ده علشان يوصلك لكلمة إيه هو يا هو مش أكتر من كده الجزء الثاني الإنسان القديم لما يتوجه للعبادة يتوجه لرب هذا الموضع رغم أن له إله اللي بيعبده في بلاده فلو نزل في منطقة يقول إني أعوذ برب هذا المكان نعوذ برب هذا الجبل من هذا المنطق بتاع القيمني إذن لما جبن إسرائيل مصر نسوا الإله بتاعهم خالص ونسوا الآباء ونسوا كل شيء وعبدوا رب المكان طيب دي عبادة وثانية لأن الله في الكتاب المقدس هو إله الأرض كلها للرب الأرض وملؤها ده في القديم وفي الجديد فأنت تأتي بعبارات وثانية وعايز الناس كده بسهولة يرددوا ممكن شعب من إسرائيل بعض منه يسقط في عبادة الأوسان جزء منه يسقط في عبادة الأوسان نعم لكن يظل هناك التيار الرسمي الذي يعرف السيد الرب أنا عاوز أطبق الكلام ده على الكتاب المقدس ونشوفهم هم يعني عبدوا فعلا ما عرفوش إلههم خالص والتزموا بالإله الست نعم وبعدين بيجي الإله الست حتة واحدة مع الإله اللي هم عرفوه قبل كده ده في حد ذاته تناقض يعني كانوا بيعرفوا الإله بيقول هنا لما جاء بني إسرابان إسرائيل لمصر عبدوا رب المكان ست طب ده فين في التوراة أنا مثلا لو فتحت التوراة كده اللي أنت بتقول إنك بتعتمد عليها عاوز الكلام ده من الكتاب المقدس عبدوا الإله الست في مصر رب المكان وقال له من حضرتك أنت كده كلام طيب قبل موت يوسف أنا جبت من شوية إنه يوسف بيقول لأصباط إسرائيل وده عاش مئة وعشر أسنين في مصر يوسف يعني حضر كذا جيل الله سيفتقدكم وتأخذون عظامي نعم والواقع حصل كده يبقى زي هما جوا قاعدوا في مكان ونسوا طب هده الكلام اللي حققوا موسى بعد كده يعني موسى بعد كده لما جا في الخروج بعد كل السنوات دي أعرف إن يوسف قال الله سيفتقدكم وأخذ عظامي نعم يبقى فين الإله ست في المنظومة دي يبقى فكرة إنهم تأثروا بالعبادات الوسانية غير إنهم حددوا إله اسمه ست وسابوا الآلهة دي سابوا الإلهة الحقيق وبيوا يعبدوه نعم بيقول قاعدوا 430 سنة كفيلة بإن توحد الإلهين توحدوا مع بعض دي الفكرة اللي أنت حاولت تعملها إله المصريين مع الإله يهوى ومن هنا أصبح الإله هو اسمه يهوى طيب هو 430 سنة كفيلة إنها توحد إلهين لإله واحد طيب أنا شايف المصريين قاعدوا آلاف السنين هم بيعبدوا مجموعة كبيرة جدا من الآلهة ما نجح إنهم يوحدوه ويعملوها إله واحد بصراحة مداخلاتك حلوة بشكرك من قبل المداخلة دي رائعة جدا فكرة حلوة وهو في مصر تعدد آلهة وعاشوا آلاف السنين مع بعض وكانت الأوسان كثيرة في مصر وتعبد ليما وحدوا ودي آلهة وسنية فما بالك ناس بيعرفوا إله حقيقي يبقى برضو الفكرة يعني أشكرك لإسراءة يعني كل مال ما بتزيد إنه المنطق مش بيخدم الدفاع أنا عايزة أجي لشوية آيات كده في آخر حتة هنا أرد بيها على هذه الخرافة إذن الإله الذي خرج به بني إسرائيل من مصر هو إله مصري فمنذ دخلوا مصر إلى أن خرجوا منها يعبدون ربا مصريا شوف يعني مما دخلوا لحد ما خرجوا تخطأ كبير يا دكتور لنرى ما الذي حدث في مصر قبل خروجهم بداية اسمع بقوابل الآيات من الوحي المقدس اللي هي يعني تضاف إلى الآيات السابقة لنسفة النظرية بتاعتك بداية حكون سريع شوية الخروج خمسة وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون هكذا يقول اسمع الكلام يا دكتور يقول مين بقى الإله ست إله إسرائيل احنا عندنا إله خاص بقى لا ست ولا أزوريس ولا حورس ولا كل الآلهة الوسانية دي احنا عندنا إله إسرائيل بتاعنا ده ما شفتوش انت الكلام ده طيب أطلق شعبي شعبي بتاعي ليعيدوا لي في البرية يعني هنا وأخذ باله الدكتور أكيد أنه مش ست ست ولا أزوريس ولا لا وأي شعبي كمان نعم نكمل فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه اسمع الكلام الخطير اللي جاي بقى فقال إله العبرانيين لو أنت مش واخد بالك إسرائيل يا عقوب لا ده أنا هجيب لك من إبراهيم بقى ها ها انت في ورد يا دكتور لأنه هنا إله إسرائيل هو إله العبرانيين عبيره اللي حضرتك ذكرتها أنه ده المعروف الشعبي ده بعبيره اللي هو ينتسب إلى إبراهيم العبرانيين يبقى إله إسرائيل هو إله العبرانيين هو بذاته وبيدخل بيتكلم موسى بهذا الإسمع فرعون إله العبرانيين قد التقانا فنذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونسبح جزئية أخرى ناسفة إله العبرانيين مش مصريين مش إله مصري خالص وإسرار من السيد الرب أنه يتمجد في آلهة المصريين البهيمية البهيمية تلقوا بالمناسبة مشهورة مصر بهيمية في شعياء 19 لأنهم يعبدوا بهاين بالمناسبة ده غير العلم ممكن إنسان تلاقيه متعلم جدا لكن ما بيعرفش ربنا ده موضوع تاني خالص خروج سبعة اذهب إلى فرعون في الصباح ده جرب لموسى إنه يخرج إلى الماء وقف للقائه على حفة النهر والعصى التي تحولت حياة أخذها في يدك وتقول له مرة تاني الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا أطلق شعبي ليعبدوني في البرية وهوزى حتى الآن لم تسمع حأدبك يا فرعون ده كلام السيد الرب حأدبك إلى الآن لم تسمع وطبعا أدبوا أدبوا أدب رهيب في عشر ضربات حتى مشيري فرعون قالوا له إلى متى سيكون هذا لنا فخا مش شايف مصر خربت ثم يقول هكذا يقول الرب بهذا تعرف أني أنا الرب ها أنا أضرب بالعصى التي في يدي على الماء الذي في النار فيتحول دمان ودي كانت أول ضربة في أرض مصر بعد كده على طول في الخروج تمانية ماشي معك واحدة واحدة احنا لسه في مصر فدع فرعون موسى وهارون وقال اذهبوا اذهبوا لإلهكم في هذه الأرض الإله بتاعكم مش الإله المصري مش الإله بتاعنا إيه دا يا دكتور انت مش شايف كل الأياد في التوراة هذه في التوراة انت مش عايز تشوفها يعني فرعون يقول لبني اسرائيل لموسى وهارون روحوا اصبحوا لإلهكم يبقى دا شعب مميز معروف بإله بعبادته الخاصة معروف في أرض مصر دكتور وسيم السيسي بقول دول مكانش ليهم مش معروفين والمصريين لا يلتفتوا لهم لما هم مش معروفين يا دكتور وسيم بترتعبوا ليه قدام الوحي المقدس لماذا تهربون من كلمة الله إلى متى لا تكون عنديكم شجاعة وتواجه أنفسكم بأن ما تقولوه ما تقولونه بعد تماما عن الصدق اهو اذهب وازبحوا لإلهكم هذا الشعب يبقى دا شعب مميز معروف بإلهه يعني فرعون قال إلهكم دي عرفة خمسة مرات في هذا الحوار في مرات مختلفة في ضربات مختلفة خمسة مرات فرعون يقول لموسى وهارون إلهكم إلهكم أصلوا إلههم دا أرعبوا في هذه الضربات أرعبوا أرعب الكل هو إله أرعب كل شرير صراحة يعني أرعب كل شرير وكان بيميز بين شعبه يعني في ضربات شعب بني إسرائيل هم موجود ما كانش الضربة تيجي عليهم تيجي بس على صحيح على الفرعون الإله سيد خلي بالك الإله سيد خاين الإله سيد اللي بيدرب المصريين واليهود لا البني إسرائيل نعم يعني حتى ما يعرفش ما قالش إيل فرعون إلهكم لا أهل ست ولا الأزوريس ولا قال أي شيء نأتي إلى لك أنكسروا حتة فرعون لو طلع ست الخروج تسعة واحدة واحدة مع الدكتور ثم قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له مرة ثالثة ورابعة وخامسة إله العبرانيين بيقولك اطلق شعبي ليعبدوني فإنه إن كنت تأبأا تطلقهم وكنت تمسكهم بعض فها يد الرب تكون على مواشيك في التي في الحقل على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم وباء ثقيلا جدا ويميز الرب بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين فلا يموت من كل مالي بين إسرائيل شيء وعين الرب وعين الرب وقتا قائلا غدا يفعل الرب هذا الأمر في الأرض عارف ليه عين وقتا عشان ما يقولك دي صدفة لا بكرة في التوقيت الفلاني حيحصل كده فلما تيجي تقول لي وباء على المواشي وباء مفروض يضرب كل المواشي شمعني ولا يعني حيوان واحد ينفق من شعب إسرائيل ليه؟ لأنه في حماية ربنا ده الإله بقى يعني لما هو ينزل عقاب بينزل العقاب بتاعه فاخشوا الرب الرب لا يشمخ عليه أبقى في الخروج 9-13 ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف أمام فرعون وقل له هكذا يقول الرب إله العبرانيين اطلق شعبي لعبدوني خروج عشرة فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقال هكذا يقول الرب إله العبرانيين إلى متى تأب أن تخضع لي أطلق شعبي ليعبدوني فإنه إن كنت أب أن تطلق شعبي ها أنا أجيء غدا بجراد على تخومك فهنا واضح أنه التميز لما ليس بس يقول الرب الإله لا إله العبرانيين إله إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب والعبرانيين منسوبين لإبراهيم أنت في ورطة بصراحة لأنه يبقى الإله ده اللي بيواجهه بي فرعون بمنطق بسيط لا يمكن يكون إله يجهله فرعون ومش عارفه كان قال لهم إيه إلعابوا غيرها ده إلهنا ده الإله المصري بتاعنا ده اللي إحنا بنعرفه من زمان ده اللي إحنا بنقدم له زبائح هذا عددها فمش هينفع يشتغل معاكم ده بتاعنا إحنا ده هو مفروض يجع عليكم أنتو لا ده ارتعب فرعون ده مرة قال لموسى وهارون إذهبوا وباركوني صحيح يعبدوا إلهكم وباركوني حتى مهمة المصريون لا يعرفون إله الآلهة ورب الأرباب لا يعرفون إله العبرانين لا يعرفون إله المصريين لا فرعون عارفه بس بيقول لهم إلهكم ولا المصريين عارفينه جزا كلام الدكتور بأن اليهود لما خرجوا من مصر يده بعرفوا يهو كلام مش مظبوط الدليل بقى إنه المصريين ما يعرفوش الإله ده نقرأ الكلام ده في سفر الخروج سبعة ولا يسمع لكم فرعون ده رب يكلم موسى وهارون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة عجائب وخضاء عظيم فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم يعني يعرفوا إنه أنا الرب يعني يعرفوا إنه كل الآلهة بتاعتهم دي وسن كلام فاضي أحجار لا تضر ولا تنفع يعرفوا أنا الرب وإلا إزاي الآلهة دي محمد ناش إزاي الآلهة دي لم تنجح في الوقوف أمام إله إسرائيل إله العبرانيين يبقى في الأحداث دي عرف المصريون أني أنا الرب ولذلك في الحلقة السابقة تكلمنا أنه في ناس من شعب إسرائيل خرجوا ضمن اللفيف الذي خرج مع بني إسرائيل احضروا الحلقة السابقة بجانزة المصريين ما يعرفوش ما يعرفوش الإله بتاع العبرانيين مش مصري مصري معناه معروف صحيح يعني كل آلهة المصريين ما فيهاش الإله الحقيقي يهوى يدوب حيعرفوه لما يشوفوا كيف يتمجد في آلهتهم وبالمناسبة كل ضربة من ضربات الرب كانت لها تخص إله معين ضرب النيل ده إله النيل ضرب الزباب والتفاضع كل ده آلهة موجودة تحمي الأماكن دي وتحمي هذه الأشياء فالرب تمجد في آلهة المصريين فين إله الزرع فين إله النيل فين إله اللي بيحمي النور فين إله النور لما ضربت الزلام كل دي آلهة لأن المصري بيقولك الدكتور كان بيتعبد لأتنين هم مش اتنين دول بالعشرات آلهة المصريين ويعني الوحي المقدس لما بيتكلم أنه يصنع أحكاما بآلهة المصريين ده عادة ضخمة جدا في ضوء هذا الكلام أنا مستغرب الدكتور إزاي ما بصش للوصايا العشر يعني أنت بتقول ده إله مصري اللي طلعوا به وهو عبارة عن شريك يعني فيه نص شر ونص خير تعالوا أقولك أول وصية في الوصايا العشر الوصايا العشر أشهر وصايا على مستوى العالم بكل أديانه يعني تعرف ما هي الوصايا العشر الخروج عشرين واحد ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية مش لسه عرفوا في البرية مش لسه عرفوا بعد ما طلعوا لا أنا إلا طلعتك لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن كيف يكون الإله الذي خرج معهم مصريا وبيتعبد معه ألف إله من هذه الآلهة البهيمية ويقول لهم في أول وصايا لا تصنع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ما مما في السماء من فوق ما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن إزاي؟ ده مفروض أنت إله مصري معك آلاف الآلهة وكلك تمثيل وكلك صور بتعبد وتمثيل تعبد تسنية اسمع بقى التسنية لكي دي برضو آية مش سهلة اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك إله إيه؟ إله واحد رب واحد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد يعني أنه يضرب آلهة المصريين بالمناسبة عشان تعرف أنه الإله الحقيقي غير الآلهة لحضرتك معجب بيها في أرمياء 43 لما بيتكلم عن نبوخز نصر وقال لهم هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل هأنا زأرسل وأخذ نبوخز نصر ملك باب العبدي وأضع كرسيه فوق هذه الحجارة التي طمرتها فيبصد دباجه عليها ويأتي ويضرب أرض مصر حصل طبعا حصل الذي للموت فللموت والذي للسبي فلسبي والذي للسيف فلسيف اسمع الكلام الخطير بقى وأوقد نارا في بيوت آلهة مصر فيحرقها ويسبيها ويلبس أرض مصر كما يلبس الراعي رداءه ثم يخرج من هناك بسلام هذا نبوخز نصر ويكمل يقول ويكسر أنصاب بيت شمس كل الآلهة دي التي في أرض مصر ويحرق بيوت آلهة مصر بالنار شفت عقاب ربنا بينزله إزاي على الآلهة وبكل بساطة الدكتور يقول أنا قرأت التوراة خمستاشر سنة إذا كنت قرأت التوراة ده مش ممكن يكون يعد عليك يبقى إذن وهم في يتشوقوا للذهاب لمصر بيقولهم نبوخز نصر حيمشي مصر ويعمل كده إنتوا بتعتمدوا على آلهة إذا كنتوا فاكرين آلهة دي مش آلهة أنا هعمل كده وكده وكده أكبر ورطة تورط فيها الدكتور القيمني أنه يعني ورط نفسه في جزئية لم يستطع الخروج منها في كل يعني الكلام اللي قدمه هي أن بني إسرائيل عبدوا إله مصري وخرجوا بإله مصري ورط نفسه ورطة كبيرة جدا لأنه لا يمكن أن يكون هذا الإله مصري ولا يعرف أنه يفرق بين المصريين وبين بني إسرائيل نعم حتى اللي ذكرنا نعم يضرب المصريين لصالح بني إسرائيل صحيح ربا مصريا يزحق المصريين نعم لصالح بني إسرائيل الضيوف والغرباء ف يعني أنا حوصل مع القيمني للجزئية الأخيرة اللي هو يعني بحاول يقول فيه أي كلام في النقطة دي يعني أنتم شايفين كم من الآيات إله واحد الرب اللي هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو الإله اللي أخرج نفس الشعب يا هو اسم لفظ معروف خلينا نشوف مع بعض فيديو رقم خمسة ونرجع مرة أخرى يعني الكهنة الإله مصري الكهنة اللي طلعوا اللفيف اللي طلع معاهم دول هم صبت لاوي اللي أصبت جعلوهم صبت من الأصبت بعد كده لكن طول الوقت يستبعدوهم من الميراث لأنهم مصريين هم اضطروا لأخذوهم مع الإله هم أخذوا إله مصري وخذوا كهنتهم معا لكل الموضوع الظريف يعني هم اضطروا لأخذ اللاويين طبعا اللاويين ده يعني حضرت الحلقة اللي فاتت عن اللفيف وكان يعني التحريف اللي عمله الدكتور في الآيات كان واضح جدا خطير كان خطير وهنا بيقولك هم اضطروا ياخذوا الإله عشان خذوا الكهنة بتوع طب هم ياخذوا الكهنة ليه يعني الديني منطق واحد علشان يكون كلامك منهجه علمي شعب بني إسرائيل خارج من أرض مصر ياخذ كهنة المصريين يعمل بيهم ايه ياخذ الإله يعمل بي ايه الناس عايزين يطلعهم ولا هم عنديهم إله طلعهم وسحق آلهات المصريين أنا باستغرب على اللي بيسمع لك وبيصدقك في الحتة دي بالذات حتة التوراة والجبل التجلل أعظم أنا مستغرب على اللي صدقوك بس ربما يعني لعدم معرفتهم الكافية بالكتاب المقدس لكن صدقني أي شخص يعرف الكتاب المقدس من أول نظرة أول ما يسمع الكلام بتاعك يعرف أنه في أخطاء كثيرة خلينا لخص كلامك هنا في هذا الفيديو الأخير يعني الإله مصري الكهنة اللي جعلوهم صبت من الأصباط بعد كده طول الوقت يستبعدهم من المراس لأنهم مصريين نسفنا الأجزوبة دي الأسبوع اللي فات بنعمة الرب هم اضطروا لأخذهم يعني اللويين مع الإله هم خدوا إله مصري وخدوا كهنتوا معاه ده كل الموضوع يا جماعة ده كل الموضوع خلاص شوف يعني الاستهوان بالآخرين ده كل الموضوع أنتوا لازم تعرفوا كده يعني يعني خسارة أنه يكون ده يعني شيء يسمى بحث أنا لازم أكرر الكلمة دي ألف مرة يعني هنا الدكتور الجزئية دي الإله مصري خلاصنا سفناها الكهنة خلصناها حاطين اللويين على الباب تكلمنا عنها المرة اللي فاتت خلينا نيجي في الجزئية دي اضطروا لأخذ اللويين معهم طيب لو كده أنت اضطرت لي للتزوير لما النصوص دي موجودة لما النصوص دي أصلا موجودة في كتابنا المقدس أنت حضرتك اضطرت لي تزور مكان تجيب ببساطة كهنة مصريين وخدهم بني إسرائيل ما كنتش حضطر أنك أنت تزور أبدا طيب هما ليه اضطروا ياخدوهم ما هما فيش منطق مانا ده السؤال اللي سألته دينا منطق يعني هل هما في احتياج لما خدوا الإله خدوا الكهنة معه طيب لما هما خدوهم خدوهم غصب عن المصريين ولا بإرادتهم خدوهم غصب عنهم يعني حتى الكهنة دول ساقوهم سبايا يعني مثلا ولا خدوهم بإرادتهم وهل الكهنة المصح كلامك صح ومنطق رائع جدا هل الكهنة المصريين هيقول إحنا سعبين مصر خلاص هنمشي مع بني إسرائيل ما هو لقط الفكرة دي من الملحة فرويد اللي بيقول عنه الدكتور وسيم السيسي ده يهودي إلى النخاء حيب يا دكتور أنك تقول كده ما حضرتك قبطي إلى النخاء أنت ملتزم زي الأقباط المسيحين بالكتاب المقدس أنت بتكلم عن واحد جنسه ما فيه يهودي ملحد وفيه مسيحي ملحد وفيه مسلم ملحد وفيه بوزي ملحد يبقى عيب لما تقول يهودي لأنك قول جنسه يهودي لكنه غير ملتزم به الكتاب المقدس لدى اليهود لأنه زي حضرتك كده بتخافوا منه أصلا وجيته جنبه سينسف أفكاركم تماما فهنا أخذوا إله مصري طيب الكهنة على رأيك أخذوا الإله ده ما عندوش إرادة ولا يقول لا خذوه رغم أنفه جروا كده طيب الكهنة أشكرك للحتة دي الكهنة أخذوهم إزاي بالقوة يعني بالعنف والله هما وافقوا قالوا احنا مفروض نطلع مع الشعب اليهودي ده والله هما شافوا إيه عشان طلعوا معهم وفين فرعون وفين الجيش المصري اللي هو أقوى جيش وأكتر جيش في الوقت ده فين كل دول صح جدام مجموعة من اليهود يعني بالضبط كله يعرف لما تحطيه جنب بعض كده لا يجد عنده إلا أنه هو يعني الحزف الحزف والكلام اللي هو قاله الدكتور على كل أنا بنعمة الرب أعتقد أنه قدمت الجزئية من فرويد لكن يعني دي الجزئية اللي هو تمسك بيها الدكتور القمني وبعدين بيصدق نفسه وياخد في الفيديو الأخير يقولك إذن الكهنة مصريين الإله مصري وهم طلعوا بهذا الإله مصري اضطروا لأخذ الإله معه أنا أعتقد كلام لا يصدق القمني نفسه أنا بسؤالي للدكتور القمني ما الذي يجعل مسيحيا يسمعك ويصدقك بكل هذا اللغة الموجود كل الآيات اللي عند المسيح ده اللي بيقرأ توراته ليه حيصدقك دي حاجة الحاجة الثانية لما هم طلعوا بإله مصري ليه البعض منهم اضطروا يعمل إله مصري العجل في البرية مش عملوا العجل إيه بيفس صح فأنتوا طالعين بإله مصري أصلا ليه اضطروا يعملوا كده وليه تم عقاب هذه المجموعة اللي عملت كده بصي أنا حابب ألخص الفكرة كده بسرعة إذا تسمحي لي طيب وانت بتلخص بس إله الإله ستل هو إله الشر والناس بتخاف منه بتحبش تذكر اسمه وتقولك هو واللهو الخفي والمخفي كل ده واليهود الأغبياء راحوا أخذينه معهم عشان هما خايفين منه عشان مش عايزين انطقوا باسمه فأخذوا معهم بشكرك يعني المداخلات النهاردة بصراحة كالعادة حلوة جدا صح؟ هو إله الشر وإله خايفين منه طيب خلاص الحمد لله احنا طالعينه سيبين لك المكان بالزبط هنأخذه معنا بالزبط منطق الدكتور غريب جدا بس أنا عاوز ألخص الفكرة كده كالتالي ببساطة يعني هو الدكتور مش هين عليه انه فيه إله حقيقي إله خالق إله يستحق الإكرام والسجود والعبادة وبالتالي الكتاب المقدس ينطق بهذا الإله وهذا الإله يتكلم في هذا الكتاب فرح للكتاب المقدس عشان في الآخر يلخص لنا فكرة أنه حتى شعب إسرائيل اللي هو التوحيد بتاعه واضح جدا واسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ده في النهاية إله مصري يعني هما عبدوا وخرجوا بإلها مصري ويمكن الدكتور القيمني عايز يقول للأحباء المسلمين بصوا أنا مش باجع عليكم أنتو بس أنا كان باجع على المسيحيين ويعني هالكتاب بتاعهم أنا بفتحه بس أنت أخطأت لأنه الكتاب المقدس ليس كالقرآن فإذن الإله اللي عبدوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو الإله الذي أعلن ذاته لموسى وقال له أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا نفس الإله وبدّي اسم لازم الشعب يعرف يتعامل بي مع هذا الاسم يهوى مع أن هذا الاسم يهوى معروف وأتينا بلفظ إبراهيم بلسانه سمى المكان يهوى يرأى يعني الله تشاف وعطينا مسأل عن إيل وكيف أن إيل الذي نطق به يعقوب لم يكن لم ينطق به لا إبراهيم ولا إسحاق لكن كان معروف وجبنا الدليل مين هاجر المصرية زوجة إبراهيم وجبنا اسم من بعض الطوفان فيه إيل أيضا ظهر معناها أب أو الله أب فإذن كلام الدكتور اللي هو بيحاول يقوله أنه الإله دا مش يهوى وأنه المصريين أنه اليهود هم طالعين شالوا إله مصري خدوا إله مصري معهم كل دلال منطقي أيده نعم وطبعا هو بعيد جدا عن كتابنا المقدس فلا يتمسح بكتابنا المقدس وبالتالي يصبح ما قلته حد ما قلته أنت يا دكتور ما هو إلا تجديف على الإله يهوى مشكلتك معه رأيي أنا الشخصي وأنا في يمكن عمر واحد من أولادك يعني خلص موضوعك مع هذا الإله لم يعد في العمر ربنا يطول عمرك أكثر من ما مضى فكأخ ليك بحبك لأنه ما قلته دا ما يخليني أنا ما أحبك إطلاقا أنا أناقش الموضوع بالكتاب المقدس دا أمر إنما محبة لك ثابتة لا تتغير خلي بالك وخلص القضية بتاعتك مع الإله قبل فوات الأوان ربي بارك حياتكم شكرا شكرا لك أنا أعتقد أنه أخطر من إنكار وجود الله هو اعتبار يهوى صنم من الصحيح طبعا طبعا يعني ربنا يباركك ويفتح عينيك ونشوفكم في حلقة جديدة ما زلنا مستمرين مع دكتور سيد القنم اشتركوا في القناة